الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني الانتقالي للعام 2024 ناقشت مشروع القانون الأساسي المتعلق بصلاحيات وتنظيم عمل المجلس الأعلى للقضاء وذلك لتطبيق المادة الرقم 164 من الدستور الجديد للجمهورية وقد استهلت مداولات الجلسة بقراءة تقرير لجنة السياسات العامة والمؤسسات والقوانين بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يحتوي على كل النقاط المتعلقة بالمشروع والذي نصع على إدخال بعض التعديلات عليه وفقا لتوصيات المشاركين في الحوار الوطني الشامل والسيادي ومن أبرز التعديلات أن يتولى رئاسة المجلس رئيس المحكمة العليا بدلا من رئيس الجمهورية وعدد الأعضاء 15 عضوا خمسة مقاعد خصصة للنساء وفقا لقانون التكافؤ وأن فترة ولاية الأعضاء خمس سنوات قابلة للتججيد مرة واحدة فقط كل هذه التعديلات ترجم أهمية ورغبة الحكومة في تعزيز السلطة القضائية هذا ومن أجل اعتماد هذا المشروع تداخل عدد من المستشارين الوطنيين بأسئلة واقتراحات للوزارة حول المشروع وكيفية اختيار الأشخاص المناسبين والمؤهلين لإدارة المجلس الأعلى للقضاء وفقا للنظم القانونية المعمول بها ذلك من أجل استقلالية القضاء في الدولة وفي ردهما على أسئلة المستشارين أكد كل من الوزير الأمين العام للحكومة الدكتور رحمته محمد أتوين وأمين الدولة في العدل وحقوق الإنسان الدكتور سيتاك ينبتنا أكد أن كل المداخلات التي تداخل بها المستشارون الوطنيون ستأخذ بأين الاعتبار ليدخل مشروع القانون الأساسي لمتعلق بصلاحيات وتنظيم عمل المجلس العالي للقضاء حيث التنفيذ ليلعب القضاء دوره بشكل جيد بغية فرض هيبة الدولة وجعل البلاد دولة قانون وأن تعزيز السلطة القدائية يعد من أهم أوليات الرئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو لبلوغ الأهداف المنشودة في السلك القضائي وفي ختام هذه الجلسة اعتمد المستشارون الوطنيون المشروع بالإجماع للعمل به رسميا وفق ما أوصل حوار الوطني الشامل والسيادي بتعديله